يعني خذ منها مثلاً ما يؤخذ الآن من غاسل الموتى كصابون الميت الماء الذي غسل بالميت هذا أخطر أشد نعم سيدي الآن مثلاً عندنا كارثة ونتمنى أن يعني يرقبوها الأمن وهي يعني بيوت مغسلة الأموات صابون الميت أثره شعره يعني ماءه شديد جداً وهذا يعني اكتشفتم مرة أخيرة أنه يشرب حتى للأولاد والعياض بالله ويمنع من الأكل وذا قتل وكيف يتم إبطاله بمجرد العطور على الصور هذه أولاً النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من السنة لما جاء بشعر النبي سلم ومشطته ومشاطته صلى الله عليه وسلم فكه النبي سلم أنا دائماً أقول أنه إذا وجدنا سحراً أن يقرأ عليه أولاً أن يقرأ عليه لأنه ليس من المنطق أنك تأتي بسحر وأنت ليس أهل لفكه ثم تفتحه مباشرةً قد تؤذى وقد يكون مسلط عليه من الجن والعياض بالله فأول شيء أن يقرأ عليه أضعف الإيمان المعوذتين ثم ينفذ عليه لأنه النفذ له بركة الإبطال ثم ينفذ عليه ثم ينظر فيه ماذا ينظر فيه هل فيه عقد إذا كانت فيه العقد لابد أن نبطي لكل عقدة لأنه في العقدة إطلاقوا لحي قد يعذب العياض بالله فلذا لكن أنا أنا ما يجبوا لي الكتب الآن ماذا أفعل أقرأ عليها أنفذ عليها ثم انقصها ثم أرى هل فيها خيوط هل فيها عيوق بكل عقدة قد فككتها فك الله مصيبة مسلم لعله يكون في المستشفى ترجمة نانسي قنقر